اشتركوا في القناة 34 طيب هذه فقرة تتحدث عن احد ابطال تتحدث هذه الفقرة عن احد ابطال ثورة التحرير الكبرى اقرأها جيدا ثم قم بتخيل مقابلة كأنك اجريت مقابلة مع هذا البطل واكتبها سعد القاسم هو ضابط في جيش التحرير ولد في عين بالسام ولاية البويرة 1932 هو نسمة من نسائم الوطنية وقصة طافحة بالاحداث والعواطف الجيش الصادقة كان يعمل في سرية مع الثوار ويدعمهم الى ان اكتشف امره العدو فالتحق برفاقه في الجبال والحياة القاسية هناك جعلته يمتلك الخبرة والشجاعة والقدرة على الصمود وكانت اول معركة شارك فيها قرب جبال اولاد سلطان المامشا وقد الحق فيها هو ورفاقه بالعدو خسائر فادحة وتمكنوا من ايقاف زحفه ولقد جاب مناطق كثيرة جبالا وشعابا وتوغل في سهوب في سهوب حيث تكون فيها اصعب المعارك لانها ارض منبسطة مكشوفة تستلزم التنقل ليلا بافراد قلائل تابعه ورفاقه المفاوضات بين جبهة التحرير والعدو الفرنسي واثقين من ان فرنسا فقدت الكثير من قواتها واصبح جنودها يفرون من المعارك وانتظروا فرحة خبر الاستقلال وكلهم حذر وبعد الاستقلال بقي في الجيش مدربا بعدها مدربا مدربا بعدها انتقل الى الحرس الجمهوري ثم تقاعد ظل متصلا برفاق الدرب في الكفاح يتذكرون نظال الامس تحت سماء حرية قال لك تخيل اينك اجريت مقابلة معناه نحولها الى اسئلة واجوبة طيب ممكن سؤال اول متى ولدت واين كان ذلك متى ولدت واين كان ذلك الجواب ولدت سنة 1932 في عين بسام ولاية البويرة او ممكن يكون السؤال بصفة اخرى نريد ان نعرف منك السنة والمدينة اللتاني اللتاني اعطينا للجزائر بطلا مثلك الجواب ولدت في عين بسام ولاية البويرة 1932 سؤال الثاني سؤال الثاني كانت بدايتك في صفوف الجيش سرية ثم صفوف المجاهدين لماذا الجواب العمل السري كان لدعم المجاهدين وتوصيل المؤن والاخبار ونقل الاسلحة وتوفير المخابئ وبعد اكتشاف امري توجهت الى العمل المسلح عالنا في الجبال طيب سؤال اخر كيف كانت بدايتك مع الثورة كنت ادعم الثوار في سرية تامة الى ان اكتشف امري طيب سؤالا لبعده ما هي اول معركة شاركت فيها وكيف كانت هذه المعركة اول معركة شاركت فيها هي اولاد سلطان انمامشا واوقفنا فيها زحف الاستعمال بعد عدة خسائر طيب سؤال اخر هل القي القبض عليك لما اكتشف امرك لا بل التحقت باخوان الثوار في الجبال وهذا ما ساعدني كثيرا على اكتساب الخبرة والشجاعة سؤال لبعده ما هي المصاعب التي كانت تواجهكم الجواب كنا نواجه صعوبات عندما كنا نتوغل في السهوب لانها اراضي منبسطة ومكشوفة تستلزم الحذر والتنقل ليلا وبعدد قليل او قلائل كما قال في النص سؤال لبعده هل كنت انت ورفاقك الثوار واثقين من النص والاستقلال نعم الجواب نعم كنا واثقين جدا من النصر لان فرنسا فقدت انا ذاك الكثير من قواتها واصبح جنودها يفرون من المعارك سؤال لبعده كيف واصلت حياتك بعد الاستقلال الجواب بقيت في الجيش اعمالك مدرب بعدها انتقلت الى الحرس الجمهوري حتى تقاعدت وما زلت الى اليوم متصلا برفاق الجهاد نتذكر من حين الى حين ذكريات الكفاح بارك الله فيكم في الاخير لا تبخلوا علينا باعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة اسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة